كان رئيس عبدالفتاح السيسي قد شاهد افتتح محطة قطارات صعيد مصر بشتيل الجديدة بمحافظة الجيزة وتخصص محطة بشتيل الجديدة لركاب خطوط الصعيد والمناشي وتهدف لتخفيف الزحام بمحطة قطارات رامسيسة كما شاهد رئيس السيسي افتتح عدد من المشروعات القومية عبر تقنية الفيديو كونفرنس في قطاع النقلة شاملت خط سكك حديد الفردان بئر العبدة وسكك حديد كفر داود السادات وذلك لربط مدينة السادات بمحافظة المنوفية ومشروع تطوير نظم الإشارات على خط سكك حديد بني سيف أسيوت وذلك بطول 250 كيلو مترا كما شاهد رئيس السيسي افتتح المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمتر أنفاق القاهرة وتتكون من 15 محطة وتخدم مناطق إمبابا ومحور رود الفرق والمهندسين وجامعة القاهرة كما شاهد رئيس السيسي افتتح مشروع محور بديل خزان أسوان ومحور الزقاظيق السمبلوين الحرة ومشروع كبر مزلقان أبو حمص الحلوي بمحافظة البحيرة ترجمة نانسي قنقر